هل الشراء عبر الانترنت آمن أم لا؟ صراحة أنا أشتري من الانترنت منذ 2017 باستعمال بطاقات بنكية مغربية وكذلك أجنبية كبايوناير وبايبار ولم أتعرض نهائيا لأي سرقة والحمد لله إذن الشراء من الانترنت آمن لكن من الضروري أن تتبع هذه النصائح للحفاظ على أمن بطاقتك البنكية أولا التوفر على بطاقة بنكية خاصة بالشراء من الانترنت بالنسبة لمن يقتن في المغرب نصيحة لك هو فتح حساب سياش بنك وطلب بطاقة إيشوبين الجميل في هذه البطاقة هو أنه يمكنك شحنها بأي مبلغ تريد مثلا ستخصص 500 درهم للشراء من الانترنت تقوم بشحن البطاقة بهذا المبلغ انطلاقا من حسابك الأصلي وبالتالي حتى لو كان هناك لا قدر الله اختراق لبياناتك أو ضياع البطاقة البنكية الخاصة بك فمبلغ 500 درهم هو الذي سوف يسرق ويضيع منك فقط وسيضل حسابك في أمان إذن هذه هي أهم خطوة يجب عليك أن تقوم بها أخي ثم لا تنسى أن تضيف رقم هاتفك عند أي عملية تقوم بها من حسابك البنكي فبهذه الطريقة تكون أمنت حسابك بنسبة كبيرة ثانيا التحقق من أمان الاتصال بموقع الويب الذي تريد الشراء منه بالعلامة HTTPS فهذه العلامة تعني أن جميع البيانات الخاصة بك تكون مشفرة بمعنى لا تستطيع أي جهة سرقتها لذلك يجب عليك قبل الشراء أن تتأكد من أن رابط الموقع يتوفر على هذه العلامة ثالثا لا تقوم بتسجيل معلومات البطاقة في الهاتف أو الحاسوب فهذه العملية رغم أنها توفر لك الوقت وعناء إدخال بيانات البطاقة كل مرة إلا أنها سيفدو حدين فبهذه الطريقة تكون معلوماتك في يد أي شخص يستعمل حاسوبك أو هاتفك لذلك حاول أخي أختي تجنب تسجيل بطاقتك في جهازك رابعا وأخيرا الشراء من المواقع معروفة قبل أي عملية شراء لا يجب عليك أن تتحكم في أحاسيسك فهناك مواقع خادعة قد تغريك بتمني منخفض قصد استدراجك والنصب عليك لذلك حاول أن تشتري من المواقع المعروفة فقط كعليكس بريس إي باي أمازون أو جوميا وهناك مواقع كثيرة جدا لا يسعني ذكرها في هذا الفيديو إذن أخي كانت هذه النصائح المقتضبة التي وفرتها لكم حتى تكون الاستفادة عامة إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر إعجاب وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة وإن كانت هذه هي أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك والضغط على زر إعجاب لتصلك فيديوهاتنا الجديدة أول بأول فهناك فيديوهات فعلا تستحق المشاهدة وادمتم في رعاية الله